لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل أحباً أقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ونعوبة بين عقل المسا أعزائيكم مشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات باقل أم العقل وعنوان الحلقة النهاردة اختلاف معنى التوحيد بين الأشعارة وأهل السنة موضوعنا في الحلقة دي والحلقات الجاية مفاجأة بحد ذاته لأنه بيعتبر أهم موضوع عن عقيدة أهم مشارح لأهم كتب بعض الكرآن وهو صحيح البخاري وهنبدأ زي كل مرة بكلام ابن تايمية في مجموعة فتاوي ابن تايمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والصفات بيقول بقى المرجع قدامكم وبيقول أن الأشعارية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جابرية في باب القدر أما في الصفات فليسوا جاهمية محدة بل فيهم نوع من أتجاههم وطبعا إحنا شرحنا في كل الحلقات اللي فاتت كلام ابن تايمية وكنا دايما بنسبة كلامنا من خلال ما كتبوا ابن حجر بنفسه في فتح الباري بشرح صحيح البخاري وأثبتنا أن الأشعارية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام وقلنا الأسماء هو في مسمى الإيمان أو الكفر كمدخل أساسي في الإرجاء وأنا عاوز المشاهد يركز معي لأن النقاط اللي هشرحها أول مرة حادة هيتكلم فيها أو يناقشها في برنامج بالأسلوب اللي هتسمعون في الحلقة دي والحلقات الجاية وأكرر اللي قلته باختصارة على الأشعارة الإرجاء في الإيمان وطبعا الإيمان بينين بأله وده إحنا تكلمنا فيه في الحلقات من 54 لرقم 65 وتكلمنا بالتفصيل عن معنى الإرجاء واللي بيترتب عليه الإرجاء يبقى إذن النقطة الأولى الإيمان بالله وبعد كده أثبتنا برضو أن الأشعارة جابرية في باب القدر وشرحنا الجابرية والقدرية وقلنا أنها الاعتقاد بأفعال الله سواء سلبا أو إيجابا وكان ده في الحلقة رقم 24 وكانت بعنوان ابن حجر بين الجابرية والقدرية وحلقة رقم 25 وكانت بعنوان ابن حجر ومجوس هذه الأمة إذن النقطة التانية أفعال الله يبقى النقطة الأولى الإيمان بالله النقطة التانية أفعال الله وبعد كده شرحنا قول ابن تيمية أن الأشعارة هو بيقول أما في الصفات فليسوا جهمية محدة بل فيهم نوع من نتجهم وطبعا ابن تيمية بيتكلم عن الأشعارة من الأوائل أما متأخر الأشعارة يعني زي ابن حجر أثبتنا أن ابن حجر رجع بمحت وده كان في الحلقات من 26 ب33 وأثبتنا أن ابن حجر بيوافق الجهمية ومن الحلقات 34 إلى 52 شفنا أنه كمان بينفي الصفات الفعلية لله إذن النقطة التالتة صفات الله وبمعدلة بسيطة هتشوفها قدامكم على الشاشة هنكتشف الإيمان بالله زائد أفعال الله زائد صفات الله بيساوي التوحيد هي دينا التوحيد وزي ما شرحنا في الحلقات اللي فاتت أثبتنا الإيمان بالله أن ابن حجر مرجع وده أثبتناه في الحلقات اللي فاتت وأثبتنا أفعال الله أن ابن حجر جبري وقدري وأسببنا في صفات الله إن ابن حجر جحمي لأنه بينفي كل صفات إما بالتأويل أو بالتفويد يعني بمعادلة بسيطة الإيمان بالله بين قسين الإرجاء زائد أفعال الله بين قسين الجابرية والقدرية زائد صفات الله بين قسين الجحمية بتساوي إيه التوحيد قدامه قدامكم علامة تفهام إيه التوحيد ده يا ترى نوع التوحيد ده هيكون إيه غير خليط من الإرجاء والجابرية والقدرية والجحمية وطبعا توحيد الأشعارة مختلف تماما عن توحيد أهل السنة وإحنا هنشوف مع بعض الشيخ هماد رفعت بيقرب هذا الاختلاف في التوحيد وشوفه معايا الفيديو اللي جاي نوضحه إيه هو إن كثير من الناس بيظن أن الخلاف بين أهل السنة وبين الأشعارة في الأسماء وصفات هذا لا يقوله متخصص اللي بيقوله الكلام ده مع لشي الدعاء على المنابر بعض الغير المتخصصين يقولك الخلاف بيننا وبين الأشعارة خلاف فيه الأسماء وصفات ويعني خلاف دوت مش لازم أن احنا نطرحه ونتكلم فيه لأنه خلاف بسيط يعني هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق تمام ايه بقى الخلاف؟ هقولك بشكل عريض وبعدك ننقص للمسألة واحدة واحدة تمام المسألة مش في الأسماء وصفات بس لا ده المسألة في مصادر التلقية عندهم لا تب خليني بعيدا عن مصادر التلقية خليني في الأسماء وصفات اللي عارفينه الناس تمام ايه خلاف بين الأشعارة وبين أهل السنة في الأسماء والصفات؟ أحسن وأنا بيعجبني فيك أن انت تمسك نقطة واحدة وتلك عليها الايه؟ الدوق لكن خلينا نتفق على حاجة خلص المصادر التلقي بعد ما نشوف الخلاف المشهور بين الناس وبرضي أنت عندك فيه مشاكل في القرآن فيه مشاكل في السنة فيه مشاكل في التوحيد فيه مشاكل في الإيمان كل دي خلافات بنا وبنا الشيخ عماد رفعت بيقول أن كتير من الناس فاكرة أن الخلاف بين الأشعارة وأهل السنة في الأسماء والصفات وأن اللي يقول كده ده مش متخصص وأن الكلام ده كلام الدعاء على المنابر وغير المتخصصين اللي بيقولوا أن الخلاف في الأسماء والصفات وبعض الأشياء البسيطة ويواصل الشيخ عماد رفعت ويقول أن أول مشكلة في الخلاف بينهم مصادر التلقي عند الأشعارة وفيه مشاكل كمان في القرآن والسنة وفيه مشاكل في التوحيد والإيمان وطبعا لأن موضوع الحلقة عن التوحيد نركز على معنى التوحيد عند الأشعارة عندهم لكن زي ما عودناكم إحنا في كل حلقة أنا مش بنستنتق حاجة لكن بنقول ابن حجر يقصد إيه ولكن كنا دايما بنستشهد بكلام صريح لابن حجر في أي موضوع بنتكلم فيه فهنروح لأول كتاب فتح الباري بشرح سهل البخاري كتاب التوحيد بيقول لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في تفسيره وهنا ملحوظة هنا ابن حجر قال إيه إن الجهمية وغيرهم من المبتدعة ما أنكرش التوحيد أو ردوه ولكن اختلفوا في تفسيره يعني ابن حجر بيقول إن فيه مبتدعة اختلفوا في تفسير التوحيد وهنشوف هل ابن حجر مبتدع في تفسير التوحيد واختلافه أو اتفاقه مع المبتدعة اللي اختلفوا في تفسير التوحيد وده هنشوفه في الحلقات اللي جاية وهنبدأ بكلام ابن حجر عن التوحيد عند الجهمية وهنعدي الكلام مرة تانية ساحل بخاري كتاب التوحيد فاتح الباري بشرح ساحل بخاري بيقول لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في تفسيره والغريب إن ابن حجر بيقول إن الجهمية لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في تفسيره وبعد كده في نفس الشرح نكمل ابن حجر ويقول في نفس الشرح إيه وأما الجهمية فلم يختلف أحد مما صنف في المقالات إنهم ينفون الصفات حتى نصبوا إلى التعطيل وثبت عن أبي حنيفة إنه قال بالغ جعم في نفي التشبيح حتى قال إن الله ليس بشيء يعني ابن حجر بيقول إن الجهمية محدش اختلف إنهم بينفوا الصفات وطبعا ده عن طريق التعطيل وبعد كده بيقول إن أبي حنيفة قال إن من مبلغة جعم في نفي التشبيح إنه قال إن الله ليس بشيء وأكتر من كده بينقل عنهم إن الله ليس بشيء إزاي ابن حجر بيعتبر إن الجهمية اختلفوا في تفسير التوحيد وهم أصلا بيقولوا إن الله غير موجود يعني ليس بشيء واللي ينكر وجود الله ويقول إنه ليس بشيء بيعطل برضو إزاي يقع عنده تفسير للتوحيد لأنه بكل بساطة لا يؤمن بوجود إله فكيف يوحد عدبا ابن حجر بعد ما ذكر لينا مفهوم التوحيد عند الجهمية بينتقل بينا لمفهوم التوحيد عند المعتزلة ويقول لنا إيه وقد سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لإعتقدهم إن إثبتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه أشرك وهم في النفي موافقون للجهمية يعني المعتزلة سموا نفسهم إنه هم أهل التوحيد والعدل وإن التوحيد عندهم هو نفي الصفات الإلهية طيب هم بينفوا للصفات علشان قالوا إحنا لو أثبتنا الصفات لله كده إحنا هنشبهه بخلقه وتشبيه الله بالمخلوقين ده بيكون شرك وبكده المعتزلة وفق الجهمية في نفي صفات الله ودلوقتي أنا هلخص لكم حلقة النهاردة حلقة النهاردة أنا تكلمت عن مقدمة بسيطة عن التوحيد بين الأشعرة وإن الاختلاف بين الأشعرة وأهل السنة اختلاف جوهري في العقيدة بزي ما بيصوروه بعض غير المتخصصين إنه مجرد اختلاف الصفات والأسماء وإن التوحيد ده هيكون خليط من الإرجاء والجبرية والقدرية والجهمية واستعرضنا أولا رأي ابن حجر في تفسيره عن التوحيد عند الجهمية والمعتزلة وقال إن الجهمية اختلفوا في تفسير التوحيد وبعد كده راح نقل لنا إن الجهمية إنهم بينفوا الصفات حتى نصبوا إلى التعطيل حتى وصلوا إن الله ليس بشيء وقال إن المعتزلة التوحيد عندهم هو النفي كل الصفات الإلهية لإعتقادهم إن إثبتها يستلزم التشبيه ونشبه الله بخلقه أشرق وعشان يكونوا موحدين بينفوا الصفات وبكده المعتزلة وفقوا الجهمية والحلقة الجاية هنوضح معنا التوحيد عند المعتزلة وإزاي ابن حجر ووقع في نفس البدعة ألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل أنت ما نقمل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين حقل المسا اشتركوا في القناة